في لاس فيغاس تم إغلاق كازين أشهر فنادق المدينة بلاجيو إثر حريق شب في المبنى ليلة الثالث عشر من أبريل وتسارع إلى مكان الحادث رجال الإطفاء حيث عمل حوالي سبعين عنصرا على إخماده الفندق ظهر في فيلم ووشن إليفن في مشهد محاولة سرقة أحد متاجره الفخمة وهذا ما حصل فعلا